موسيقى الرئيس سيسي واجه بتكامل الجهود والخطط بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة في مجال الانتاج الزراعي مدبولي يستعرض عددا من مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد احتدم معركة السيطرة على دونباس شرقي أوكرانيا وكييف تعلن السيطرة على جزء من الحدود في منطقة خاركافة الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة وسط صلاح الأراضي سيد القصير ووزيرة التجارة والصناع نبين جامع لذلك لمتابعة منظومة صادرات زراعية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشارك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلاة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية والتي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية حيث سجلت الصادرات المصرية تفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها نحو 5.6 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار لتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مساء أمس لاستعراض عدد من المقترحات بشأن التحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغادية بمنطقة شرق بورسعيدة وأكد مدبولي خلال الاجتماع مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة أعلنت الحكومة خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتكلفة رئيس عبدالفتاح السيسي بالمضي قدما في تحقيق معادلات نمو إيجابية خلال المرحلات المقبلة وذلك بالتوازي مع إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين في الجمهورية الجديدة أصبح العمل السمة الرئيسية للدولة حتى في أصعب الأزمات وأحلك الأوقات ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم أعدت الدولة خطة للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها خطة تشمل تعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات إضافة إلى المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية مع العمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين إحنا بنتكلم على أسوأ أزمة يمر بها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي يعني من مئة سنة دي أسوأ أزمة وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بها العالم لم تحدث منذ بعض بيقول يا إما من فترة الكساد يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية التانية يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة الموجودة دلوقتي وتتضمن خطة الحكومة خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار كل سنة لمدة أربع سنوات بإجمالي 40 مليار دولار كذلك تعمل الدولة على رفع نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من نسبة 30 إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة كما تعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة خاصة ما يتعلق بريادة الأعمال وفي مجال التحول الأخضر والطاقة المتجددة تعمل الحكومة لأن تصبح مصر مركزاً كبيراً لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء حيث وقعت الحكومة مذكرات تفاهم باستثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 20-30 كذلك تستهدف الدولة حالياً تعظيم الصادرات في تسعة قطاعات أساسية حيث تم وضع خطة لهذه القطاعات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة وذلك على الأكثر ولم تكن سوق المال ببعيدة عن اهتمامات الدولة حيث تستهدف الحكومة ضمن برنامج الطروحات عشر شركات تابعة للدولة يمكن ترحها قبل نهاية العام في البورصة كل تلك الجهود التي تمت والتي يخطط لها مكنت مصر من تخطي الأزمات المحلية والدولية والصمود في مواجهتها لتستمر في تحقيق معدلة نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة بعت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئ لشيخ محمد بن زايد النهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفي برقيته أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والإمارات لافتا إلى التطلع لمزيد من تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية التاسعة عشرة لطلبت جامعة بن سويف وذلك بمشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم وشهدت الندوة إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية في تحقيق الأمن القومي المصري ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بالإضافة لعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي أبرزت مواهب عدد من طلبة جامعة بن سويف واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وتبادل الدروع وعس بالسلام الوطني وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 62 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن سلع غدائية وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية فقد تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 312 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبطات أكثر من 292 طن أقماح محلية أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراء بمعادلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ جاء ذلك خلال اجتماع مع محافظ جنوب سيناء خالد فودا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ وشدد مدبولي على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة وأن يتم متابعة تنفيذ السيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري للحفاظ عليها والسدامتها بحث سفير مصر ببريكسل بدر عبدالعاطي مع المفاوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارلي التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن عبدالعاطي استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشهد اللقاء مناقشة سبل تعميق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطاء غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 378 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 208 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 50 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطع السلاح ناري أبرزها 114 بندقية و67 بندقية آلية و36 مسدساً و528 فرد محل الصنع وكمية من الطرقات مختلفة العيرة و85 خزينة إضافة لـ 1140 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428 ألف و96 حكماً قضائياً من بينهم 1637 حكم جناية 151 ألفاً و786 حكم حبسة 213 ألفاً و147 حكم غرامة و61 ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت 18 متهماً قاموا بارتكاب 36 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 91 حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي 123 متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف واربعة قضية إذجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 82.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 263.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين تقارب 21.5 كيلوغرام وعدد 26.158 قرص مؤثر و91.395 قرص ترامدو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيها كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة أعلنت السلطات الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما للقوات الروسية وتمكنت من استعادة السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركاف الشمالية الشرقية وقالت وزارة الدفاع أن الكتيبة 227 من لواء الدفاع الإقلمي 127 تابع لقوات خاركاف المسلحة تمكنت من طرد الروس وتمركزت على الحدود من جهته قال حاكم منطقة خاركاف أنه فخور بالجنود الأوكرانيين الذين أعادوا الشرطة الحدودية موجهاً أشكر إلى كل من يناضلون لتحرير بلده يبدو أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحاً آخر وسط عمليات كر وفر بين الجيشين الروسي والأوكراني في مناطق الشرق والشمال أوكرانيا تستعد لمواجهة تكثيف للهجمات الروسية في منطقة دونباس في شرق البلاد التي جعلت منها موسكو أولوية في محاولة منها لتحقيق مكاسب ميدانية وأعلنت موسكو أنها دمرت قاذفتي صواريخ من طراز S-300 ونظام رادار في منطقة سومي مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة أوكرانية مسيرة في منطقتين دونسك ولوهانسك وفي ماريوبول في أقصى جنوب دونباس يواصل جيش الروسي القصف على مصنع آزوفستال الذي لا يزال يقاوم في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية لكن القوات الروسية تواجه في الشمال مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية التي تشن هجوما مضادا في منطقة خاركيف هاني أكبر مدن البلاد وأعلن حاكم مدينة لفيف في الغرب نجاح القوات الأوكرانية في تدمير صاروخين روسيين من نوع كروز في المدينة التي بقيت بمنأة عن المعارك منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا وتواكد كييف أن قواتها قتلت نحو عشرين ألف عسكري روسي منذ بدء المعارك في المقابل أعلنت موسكو في الخامس والعشرين من مارس الماضي أن قواتها قتلت ما لا يقل عن أربعة عشر ألف عسكري أوكراني لكن مراقبين كثيرين يرون أن كل الرقمين مبالغ فيه موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكلية الأمنية في القارة الأوروبية اعتبرت روسيا أن سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يشكل خطأا فادحا ستكون لعواقبه أبعاد هائلة وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكاف أن رد روسيا سيعتمد على نتائج العملية لانضمام الدولتين الإسكندنابيتين إلى الحلف كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالسويد قد أيد ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلنطي بالتزامن مع أعلان الحكومة الفنلندية أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الذي تعتبره موسكو تهديدا وجوديا أكدت وزيرة خارجية ستونيا إيفا ماريا أن انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلنطي الناتو سيعزز الأمن بمنطقة البلطيق أضافت أن انضمام دول ديمقراطية أخرى إلى الحلف يعني إمكانية إجراء تدريبات مشتركة أوسع والمزيد من تعاون دفاعي بين دول أعضاء الحلف أعلن رئيس الروسي فلادمر بوتين عن سلسلة من التدريبات العسكرية الوشيكة بين أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعية وأضاف بوتين خلال اجتماع المنظمة أن هناك محاولات من الغرب لنشر الكراهية وقال بوتين أن توسيع حلف شمال الأطلنطي الناتو ليشمل فنلندا والسويد لا يشكل تهديدا مباشرا لبلاده لافتا إلى أن توسيع البناء التحتية العسكرية بأراضي هذه الدول سيدفع روسيا للرد قال منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوري لأنه ليس هناك ضمانة حول اتفاق دول الاتحاد سريعا على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا وتعارض مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي بقيادة المجر فرض حضر على النفط الروسي بسبب اعتمادها بشكل كبير عليه كانت المفاوضية الأوروبية قد اقترحت حضر النفط الروسي ضمن حزمة سادسة من العقوبات بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن بيلاروسيا نشرت قوات عمليات خاصة على طول الحدود الأوكرانية فضلا عن وحدات دفاع جوي ومدفعية وصواريخ في ميادين تدريب غرب البلاد وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المرقح أن يؤدي وجود القوات البيلاروسية بالقرب من الحدود إلى عرقلة القوات الأوكرانية ومنع انتشارها لدعم العمليات بمنطقة دونباس بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكرانية أوليكسي ريزينكوف باتصال هاتفي الوضع بأوكرانيا وما تحتاجه في الظروف الحالية وقال أوستن في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه أكد خلال الاتصال دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا وأمنها قال أندريا يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني بولادمير زيلانسكي إن ألمانيا تخطط لوقف استيراد النفط الروسي بغض النظر عن عقوبات الاتحاد الأوروبية وأضاف يرماك أن المحادثات مع الموردين البلديين ما زالت تجارية مشيرة إلى أن الحضر النفطي مهم للغاية وتدعو أوكرانيا للاتحاد الأوروبي إلى فرض حضر على واردات النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من العقوبات الغربية على موسكو أكدت الولايات المتحدة وأوكرانيا التزامهما بالبحث عن حل لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في برلين وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن اللقاء تناول تباحث حول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية والأمن الغذائي العالمية وأشرد بلينكين خلال اللقاء على الدعم القوي لأوكرانيا من الحلفاء والشركاء سرح أليساندر الكافا نائب وزير المالية الأوكراني بأن بلاده فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد بعد فقدان مصانع الصلب بماريو بول من جانبه اقترح البرلمان الأوكراني تعويض الخسائر الأوكرانية بعد الأزمة من خلال الأصول الروسية المصادرة مضيفا أنه لا يلزم الحصول على موافقة من روسيا لدفع تعويضات لأوكرانيا كما توقع تقرير لصحيفة فينانشل تايمز انخفاض انتاج القمح الأوكراني بنسبة 35% عن العام الماضي مما يزيد من المخاوف من تعقد سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا قد ذكرت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن أفاق النمو والتضخم وما يرتبط بهما من توقعات اقتصادية داخل بلدان الاتحاد الأوربي تزداد سوءا مع اشتداد أزمة الطاقة في ضوء استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأفادت الصحيفة بأن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تخفض توقعاتها للنمو بشكل أكبر وترفع من توقعاتها للتضخم حيث أن أزمة الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا تلقي بضلال عنيفة على اقتصاد الاتحاد الأوربي أفادت صحيفة ديرشبيك الألمانية بأن الحضر المفروض على النفط الروسي يهدد شرق ألمانيا بعواقب اقتصادية معتبرة أن يمكن مصفات بي سي كي أن تصبح الضحية الألمانية الأولى للأزمة الأوكرانية من ناحية أخرى خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال العام الجاري متوقع عن معادلات تضخم عند 6.11% لهذا العام مقارنة مع التوقعات السابقة عند 3.5% ذكر البنك المركزي الأوروبي أن ضعف اليورو في أسواق العمولات قد يهدد الجهود لتوجيه التضخم نحو الهدف المستهدف هذا العام والمتمثل في استقرار الأسعار وسجل نمو أسعار المستهلكين رقما قياسيا جديدا شهر الماضي في منطقة اليورو حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قالت وكالة الطاقة الدولية أن عائدات روسيا النفطية قد ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي رغم القيود التجارية التي أعقبت العملية العسكرية بأوكرانيا في غدون ذلك استحوذت موسكو على الأصول الروسية بشركة رينو الفرنسية للسيارات فيما أكدت رينو انسحبها من السوق الروسية وتنزلها عن أصولها بشركة لادا قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي بعد قرار الهند حضر تصديره في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل وأعلنت الهند تاني أكبر منتج للقمح في العالم حضر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات الحر الشديدة وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية وزاد سعره بنسبة 40% خلال 3 أشهر بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا إضافة إلى تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وصل وزير الخارجية الأمريكي أنطني بلينكن إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الإمارات الراحل تأتي الزيارة ضمن وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع الأمريكي ومدير وكالة المخابرات المركزية ومسؤولين آخرين أهلا بكم من جديد وعودة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصاديا حيث قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي بعد قرار الهند حضر تصديره في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل وأعلنت الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم حضر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات الحر الشديد وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية وارتفع سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا إضافة إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وللمتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة جيهان جادو عضوة المجلس المحلي بمدينة فرساي الفرنسية دكتورة جيهان كيف ترين انعكاسات موجة التضخم العالمية على الاقتصادات خاصة في أوروبا اليوم هناك أنباء حول ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية في بلدان متقدمة نتحدث عن ألمانيا نتحدث أيضا عن فرنسا تأكيد أن الحرب الروسية الأوكرانية أصرت بشكل كبير جدا جدا على معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي خاصة يمكن في بعض السلع الأساسية التي دائما وأبدا يعني يقع إليها المواطن سواء في أوروبا أو في العالم يمكن أن القمح هو من أولى المحاصيل أو من أولى التضخم فعلا في أسعار القمح هذا بشكل كبير أثر على ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا جدا في فرنسا أو في أوروبا أو أيضا في العالم أجمع هناك أيضا العديد والعديد من السلع الأجزاء الخاص بأعباد الشمس هناك قلة كبيرة جدا جدا وعدم تواصر هذه السلع التي تعتبر من السلع الأساسية في العالم أجمع وطبعا بكل تأكيد الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا على ارتفاع الأسعار على أيضا أحداث بالبلد كبيرة جدا في الاقتصاد العالمي هذا ما استدعى الأمر بأن تكون فرنسا على هبة الاستعداد يعني استعدادا لمواجهة هذه الأسعار أو القلاء في الأسعار التي فوسط يلحظها بشكل شيئا بشيئا المواطن الفريسي وتؤثر على الحياة المعيشية فواء في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام نعم يعني هذه الأوضاع المعيشية ينطبق عليها أيضا الغداء ما من شك أن العملية الروسية في أوكرانيا تسببت في أزمة عالمية في سلاسل الإمداد الغدائية حول العالم إلى أي مدى يعني تأثر المواطن الأوروبي بهذه الأزمة وهل يستجيب لنداء الحكومات الأوروبية بتقليل الاستهلاك بكل تأكيد هو مما لا شك فيه أنه لا يوجد بديل عن الإرشاد والإرشادة والإنصف أيضا في السلع الخاصة بها لأن الحقيقة المواطن تأثر بشكل كبير جدا وأيضا نضر في البعض السلع ويعني يمكن عدم توجودها في المتاجر الخاصة به هنا في فرنسا أو خطة في العالم أجمع وليس فقط في فرنسا نتكلم عن اقتصاد العالمي نتكلم أيضا عن أوروبا التي فعلا بها سجوة كبيرة جدا 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 ما بين نضر في السلع الأساسية وأيضا ارتفاع كبير جدا في الأسعار هذا الشكل أثر في الشيء الأساسي وهو العيش أو الخبز الذي لا يستغن عنه أبدا المواطن لكن هناك بعض المواطنين بالفعل قد أصبحوا ينتهجون نهج تخزين بعض السلع الأساسية يعني في خطوة استباقية لممكن أن يكون هناك فعلا نضرة في بعض السلع الغذائية المتوجبة في المتاجر سواء في فرنسا أو في أوروبا بشكل معاني نعم طبعا هذه كلها يعني أنباء تشير بأن هناك ارتفاع كبير جدا في التضخم العالمي وأيضا الاقتصاد الذي أصبح فعلا متدهورا شيئا فشيئا يلحظه المواطن ويؤثر عليه يؤثر على المواطن بشكل شخصي وشكل كبير جدا في الحياة اليومية وأيضا في يعني نضرة لبعض السلع التي قد تأثر بشكل عباءها هناك تواجه سهيد جدا من الحكومات بترشيد وأيضا يعني ترشيد الإنفاق وترشيد أيضا في استغلاق السلع المؤثر أشكرك الدكتورة جهنجادو عضو المجلس المحلي بمدينة فرسا الفرنسية غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية بنجاح بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي السعودية ووجه خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وامتنانه لشعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة له كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد بخالص التهاني لرئيس الصومال المنتخب حسن شيخ محمود وأعرب أبو الغيد عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس الصومالي الجديد لتحقيق ما يزب إليه شعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية الصومال الفدرالية وهنأ العسومي حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيسا للصومال وجدد تأكيده على دعم البرلمان العربي الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه بعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا لرئاسة الصومال فاز حسن شيخ محمود برئاسة البلاد لمرة الثانية في تاريخه بعد انتخابات طال انطرارها محمود البالغ من العمر 66 عاما والذي حكم الصومال من عام 2012 وحتى عام 2017 تفوق على الرئيس السابق محمد عبد الله محمد باغلبية 214 صوتا مقابل 110 اصوات في جولة اعادة ثالثة وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجا معقدا حيث يختار مشارعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم رئيس البلاد وبعد ان ادى القسم الرئاسي القى الرئيس الجديد خطابا استخدم فيه لهجة تصالحية وشدد على ضرورة المضي قدما في بناء البلاد وتعهد محمود الذي يعتبر اول رئيس صومالي يفوز بولاية رئاسية ثانية بتحويل بلاده الى بلد ينعم بالسلام ومتصالح مع العالم وسيواجه الرئيس الجديد خلال ولايته العديد من التحديات التي من ابرزها الجفاف الحاد الذي يهدد نحو خمسة ملايين مواطن ويجعلهم عرضة للمجاعة تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيم مقاتي مجرايات فارز الاصوات للانتخابات مع وزيري الداخلية والبلديات والعدل وابدى مقاتي ارتياحه لمسار اليوم الانتخابي الطويل مؤكدا ان الحكومة نجحت في انجاز هذا الاستحقاق بالجدارة رغم حدة الانقسام السياسية واشدد على ان بعض الشوائب وتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي امكن معالجتها بالقانون وبالسياسة ايضا قالت المنصقة الخاصة للامم المتحدة بلبنان يوانا فرانسكاي ان لبنان يستحق مستقبلا افضل مضيفة ان الامم المتحدة على استعداد للمساعدة واكدت فرانسكاي ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها جاء استجابة اولى لتطلعات اللبنانيين مشيرة الى انه ما زال هناك العديد من التحديات وفي مقدمتها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة موسيقى شدد الرئيس العرقي برهم صالح على ضرورة ضمان عدم افلات المتورطين بجرائم داعش من العدالة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العرقي في قصر السلام ببغداد وكيلة الامين العام للامم المتحدة المستشرة القاصة المعنية بالابادة الجماعية آلس ندريتو وذكر بيان لرئاسة العرقية بان اللقاء شهد التأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبها في العراق أعلنت السلطة الأمنية العراقية مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية عند جبال مقمور من محافظة نينوة وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن هذه العملية تأتي استمراراً لسلسلة الجهود المشاركة التي تقوم بها القوات العراقية لمكافحة شلول الإرهاب قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق رحلة الجوية بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر في غدون ذلك أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامة والتزام المنطقة ومنازل قدر الإمكان وخاصة الذين يعانون من الرب وعجز القلب موسيقى 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 وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول موسيقى الاجتماعي موسيقى بهدف وموسيقى موسيقى 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 اكد وزير البترول والتروة المعدنية تارق الملة لاستمرار في تنفيذ خطة لتطوير الشامل ورفع الكفاءة بمختلف شركات القطاع العام البترولية جاء ذلك في ختام جولته التفاقدية للمشروعات بالاسكندرية حيث تفقد الملة مصانع احدى شركات البتروكيمويات المصرية لافتتاح مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بها وشدد الملة على حرص القطاع على تبني زيادة الانتاج من مشروعات البتروكيمويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري مؤكدا وجود دعم قوي ومستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود قطاع البترول في مجال تعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة واستسلاح الأراضي سيد القصير ووزيرة التجارة وصناع نيفين جامع لمتابعة منظومة الصادرات الزراعية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشارك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطع اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل ثلاثمائة وخمسين منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من مائة وخمسين دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي خمسة فاصل ستة مليون طن بقيمة قدرها نحو ثلاثة مليارات دولار ولتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز انتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز الساعة التخزينية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين أصلنا مشاهدين إلى ختم النشرة وهذه عنوين الأخبار الرئيس السيسي وجهه بتكامل جهود والخطط بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة في مجال الانتاج الزراعي مدبولي يستعرض عددا من مقترحة تحفيز الاستثمارات في قطاع السايرات بمنطقة شرق بورسعيد احتدام معركة السيطرة على دونباس شرقي أوكرانيا وكييف تعلن السيطرة على جزء من الحدود بمنطقة خاركها نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من هذه الفيديو المصفية إلى اللقاء اشتركوا في القناة